ابان العدواني الذي شنه حفتر على طرابلوس برزت تصريحات الدولة الجزائرية والتي كانت قد قالت حينها على لسان رئيسها عبد المجيد تابون ان طرابلوس خط احمر وها هو يعود من جديد في لقاء تلفزيوني للتأكيد على هذا التصريح قائلا ان بلاده كانت على استعداد للتدخل بشكل او باخر لمنع سقوط طرابلوس واضاف تابون في مقابلة مع قناة الجزيرة انه حين قال ان طرابلوس خط احمر كان يقصد جيدا ما يقول موضحا ان الرسالة وصلت لمن يهمه الامر ولكن هذه المرة اضاف الرئيس الجزائري في تصريحه شيئا جديدا غير معهود عنه الحديث فيها حيث اكد رفضه ان تكون طرابلوس او اي عاصمة عربية او شمال افريقية محتلة من المرتزقة هذا الملف الذي بدأ يتصاعد الحديث فيه بشكل كبير جدا فمرتزقة فاغنر والجوجويد الذين كانوا قد ساندوا حفتر في هجومه ما زالوا في تمركزاتهم بالمنطقة تيسرت والجفرة رغم التصريحات الدولية والمطالبات بضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات الاجنبية من البلاد سواء من دول فاعلة او منظمات دولية كالولايات المتحدة وبريطانيا والامم المتحدة وها هي الجزائر تلتحق بذات الركب بحديث رئيسها عن المرتزقة وانهم كانوا لن يسمحوا لهم باحتلال طرابلوس ابان هجوم حفتر عليها وتعتبر الجزائر اول الدول التي دعمت الحوار السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة كما عبرت عن ترحيبها بالسلطة التنفيذية الجديدة واستقبلت الايام الماضية وفدا وزاريا برئاسة عبد الحميدة بيبة شارك خلال زيارته في المنتدى الاقتصادي بحضور اربعمائة رجل اقتصاد منهم مائة وخمسون ليبيون وكانت من ضمن التصريحات في الزيارة ما قاله وزير الخارجية الجزائري صبري بوغادوم ان بلاده تعتزم اعادة فتح معبر دبداب الحدودي مع ليبيا اذا العلاقات الليبية الجزائرية اخذة في التطور بشكل كبير جدا خاصة في الفترة الاخيرة ويقول مراقبون ان هذه الخطوة التي اتخذتها الجزائر على صعيد تطوير العلاقات مع السلطات في طرابلوس تأتي من اجل الحصول على نفوذ اقليمي اكبر خاصة مع بروز دور مصري في الغرب الليبي وزيارة وفد وزاري رفيع المستوى للعاصمة طرابلوس خلال المدة الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر